حضراتكم النهاردة عندي فقرة الرئيسية لحضراتكم هو مشروع مودة مشروع مودة لتأهيل الشباب المقبلين على الزواج قبل كده كنت اتكلمت مع حضراتكم في انه احنا مصر من ضمن الدول العالم اللي عدد كبير جدا من حالات الطلاقة طول السنة فمن حوالي سنة كان فيه احصائية بتقول ان احنا في خلال سنة واحدة فيه 211.500 حالة طلاق في السنة يعني بما يقارب تقريبا كده 600 حالة في اليوم 600 زوج وزوجة بيتطلقوا بيروحوا للبقزونة عشان يتطلقوا في اليوم طبعا اكيد حضراتكم الكبار في السن اللي شوية بقى ايه عقلوا شوية كده وحدهم حالة من ال يعني انك انت تستوعب الاخر وانك انت يبقى فيه احترام اكثر واكثر ما بين الزوج والزوجة فالسن الصغير هو يمكن المشكلة وانك انت عايز تربي جيل جديد يحافظ على انه يخلي في جيل جديد يحافظ على مصر ويحافظ على مستقبل بلده ويكون راعي لهذه المنظومة الهمة ففي كثير من المبادرات كنا نتكلم فيها ومن ضمنها طبعا مشروع مودة لتأهيل الشباب مقبلين على الزواج الهدف هو الحفاظ على كيان الاسرة المصرية من خلال تأهيل الشباب المقبلين على الزواج والحد من الارتفاع المتزايد من اعداد حالات الطلاق رفع الوعي بين الشباب من 18 سنة ل25 سنة من حوالي زي ما قلت حضرتكم من حوالي سنة تقريبا كانت 211500 حالة طلاق في السنة يعني حوالي 600 في اليوم طلاب الجامعات هو المستهدف طلاب الجامعات والمعاهد والمجندين بوزارتي الداخلية والدفاع ومكلف الخدمة العامة بيحاولوا ينقشوا في هذا المشروع ان احنا نوصل للشباب ازاي تختار شريك حياتك من الاول اساسا وازاي يواجه المشاكل الزوجية وازاي يحلوها طبعا اي زوج وزوجة اكيد لازم بيقى فيه مشاكل زوجية عادي لازم ازاي نحلها وبما نوصلش لمرحلة الطلاق معرفة خطورة العنف الاسري وقد ايه ده بيأثر في نفسية الزوجة وايضا الزوج وانه يعني ده كله مش كويس طبعا امام الاطفال ادارة الموارد الاقتصادية ازاي دخلك اللي هو داخل ده وانت وزوجتك نقدر ازاي نوزعه ويبقى فيه اولوية فيه الصرف في البيت عشان نقدر نعيش عشان ما يبقاش فيه تكدس فيه تكدس في الافكار اللي احنا عايزين نشتري ده ونشتري ده ونشتري ده ونشتري ده من المخدرات حاولين هذا الموضوع ان شاء الله بإذن الله تعالى دي فقرتي الاساسية مع حضرتكو بإذن الله تعالى اتمنى انه الشباب فعلا يحاول قد ما يقدر بإذن الله تعالى ان هو يعني يتعقل شوية في اتخاذ القرار الزواج ويكون فاهم يعني هو مقبل على ايه بالزبط الموضوع مش موضوع ان انا رايح رحلة يعني الموضوع موضوع ان انا رايح ابني اسرة انا مش رايح رحلة حضرتك يا شاب يا مصري رايح رحلة ولا انت رايح رحلة وخلاص لا يعني محتاجين ان احنا نفهم يعني ايه ان انا اعمل اسرة ان انا اكون اسرة والاسرة دي هي نواه للمجتمع وان المجتمع ده هو عبارة انا وانت وانت وابنك وابني وحفيدك وحفادك وكل دول هما اللي يعتبروا الدولة فلول دول مش طالعين كويس بشكل جيد وعدد الأضايا الغير طبيعية في المحاكم ما بين مشاكل الزوج والزوجة كل ده يعني 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 يعتبر أمن قومي يعتبر أمن قومي أنك أنت أساساً هذا الكم من الزواج وهذا الكم من الطلاق وفي نفس الوقت بنزيد 2.5 مليون مواطن نصري في كل سنة عدد كبير جداً ضيفي اللي حيكون معانا الدكتور أيمن عبد العزيز السيد المنصق التنفيذي لمشروع مودة تابع الوزارة التضامن الاجتماعي ونتكلم عن مشروع مودة المقبلين على الزواج اسمحولي نبتدي في الأخبار